مجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عاظ بن مبارك رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بإشان تطورات الموقف من اختطاف ميليشيا الحوثي لعشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر وأكد بن مبارك ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق صراح المختطفين وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الأممية والموظفين الرئيسين إلى صنعاء إضافة إلى العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن لتخفيف ضغط الميليشيات على المنظمات الأممية أكدت اللجنة الأمنية في محافظة عدن تسليم كافة المحاضر والاستدلالات وعدد من المتهمين الموقفين على ذمة قضية اختطاف المقدم علي عشال إلى النيابة العامة وعفقا للإجراءات القانونية المتبعة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية واجددت اللجنة في بلاغ صحفي صادر عنها التزامها بحالة الإنعقاد الدائم ومواصلة متابعة باقي المتهمين وتسليمهم للعدالة لنيل جزائهم العدل تمكنت الدفاعات الجوية لأبطال القوات المسلحة من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران شمال غرب محافظة مأرب ونقل موقع سبتمبر نت عن مصدر عسكري أن الطائرة المسيرة تم إسقاطها أثناء ما كانت تحلق فوق مواقع عسكرية للقوات المسلحة وأكد المصدر أن أبطال القوات المسلحة مستعدون دائما للتصدي لاعتداءات ميليشيات الحثي الإرهابية وإسقاط طائراتها المسيرة المفخخة أقدمت ميليشيات الحثي الإرهابية على قتل مواطن أثناء تصديه لعملية سطو على أرضه في إحدى قرى محافظة إب وقالت مصادر محلية أن قياديا أمنيا في ميليشيات الحثي استقدم مسلحين ومعدات للسطو على أرضية مواطن بالقوة في قرية الصنع بعزلة بني سبا في مديرية القفر شمال إب وأضافت المصادر أن القياد الحثي المدعو أبو جراح المعين من قبل ميليشيات الحثي قائدا لمنطقة الصوفة بمديرية القهف القفر استقدم مسلحين ومعدات إلى أرضية المواطن نايف زايد العماري للسطو عليها بالقوة وأثناء محاولة المواطن وأسرته التصدي لعملية السطو أطلقوا عليهم النار بكثافة وتابعت المصادر أن عملية إطلاق النار تسببت بمقتل العماري أمام أعين زوجته وأطفاله وزارة الصحة بغزة الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و95 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأضافت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وبهذا ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ثمانية وثلاثين ألفا وثمانمائة وثمانية واربعين شهيدا وتسعة وثمانين ألفا واربعمائة وتسعة وخمسين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي انتهى الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة